فانا عاوز اقول في هاي اللحظات شو راك تتصالح مع ذاتك شو راك تتواجه نفسك قبل ما الدين وتتكلم عن يعني الحضارات المصرية القديمة او الماين او الكلدان البابليين القدماء والسريان حضارات عريقة حضارات لها وزنها من اكتشافات واختراعات وامور مزهلة وعظيمة جدا المسيحية لم تلغي هذا الشيء ولكن كانت تنادي بخلاص النفس علاقتك حية مع اله حي مشان هيك المسيح لا يشعر انه مهدد ولكن طبعا في كتير ناس من المسيحين اللي ببيعوا دينهم بسبب طلاق وبسبب زواج وبسبب وسبب ما في دعا اتكلم ولكن احبائي المسيحية انتشرت مش عشان تلغي هوية الشعوب على النقيد كانت كل تركيا مسيحية كل شمال افريقيا مسيحية كل السريان مسيحية كل هالحضارات مسيحية لم تلغى هويتهم لم تلغى ثقافاتهم او حضاراتهم او اختراعاتهم الا في حالات يعني في تاريخ الكنيسة كانوا يهدموا مثلا معبد زوس ولا كده مع انه اليوم كل شي تغير خلاص ولكن احبائي يعني ابقيت هذه الثقافات ولكن في هوية جديدة هوية يسوع المسيح تعرفوا حتى في فترة اليونانيين الرومان حتى للعالم ولكن بقيوا في الثقافة اليونانية والحضارة اليونانية والفلسفة اليونانية واللغة اليونانية كانت اللغة الرسمية فاذا احبائي احنا لازم نواجه انفسنا طبعا هنا مش دعوة للمسيحيين انك تروح كاتب لي على صفحات الفيسبوك المسيحية اكشن مش كلام لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق ولكن من ناحية تانية انك تكون مواطن صالح انت مدعو انك تكون مواطن صالح مشان هيك في المسيحية ما فيش اش اسمه خياني خيانة وطن المسيحية وطنية بحب وطنهم وبيصلوا من اجل الوطن وبيصلوا من اجل الحكام والرؤساء وكل من هم في منصب عالي يقول الكتاب المقدس لا تقوم الشر لا تنتقم لانفسكم لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير احبائي المحبة قوية تهزم الكراهية الغفران يهزم العسيان والحقد والغضب والكراهية النور اقوى من الظلمة والحياة اقوى من ثقافة الموت فالسؤال في هاي اللحظات ايش ردت فعلي لما بسمع مثل هاي الكلام مثل هذا الكلام اول شي احتاج ان اصلي الصلاة من اجل بلادنا من اجل الحكام ان نحب بلادنا ان نتذكر بلادنا بالخير وحتى الاشخاص اللي ساكنين بالغرب وعندك امكانيات ساعد بلدك ساعد شعبك الناس اللي بيعانوا في تركيا وسوريا ساعدوا السوريين من فضلكوا ابعتوا تقدماتكوا لأي هيئة لأي مكان تساعد اخوتك اللي في سوريا يعني كون شخص عملي حب الجميع بدون اي استثناء الماضي قلنا ماضي مكتوب ان رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من هذا الامر لان فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما اتذكر الله ما زال على العرش اتذكر الله له الكلمة الأخيرة اتذكر كلمة الكتاب وهو يغير الأوقات والأزمنة يعزل ملوكا وينصب ملوكا ان ارضت الرب طرق انسان جعل ايضا اعداءه يسالمونه لربما ما حدث في الماضي مش عشان نرثي ونبكي حظنا بالعكس اللي صار في الماضي محتاجين نصلي بروح الصلاة نعرف ما هي الأسباب وليه الله سمح طالما انه الله له الكلمة الأخيرة يمكن في بعض الأمور احنا محتاجين نواجه أنفسنا فيها احنا يمكن تركنا الرب وعصينا الرب وسايرنا وتنازلنا وتهادنا على حساب الحق الكتابي ابتدينا نراوغ بالكلمة ابتدينا نستخدم الكتاب لمصلحتنا واصبحنا تجار الدين واليوم الناس بطل التثق لا في رجال السياسي ولا حتى في رجال الدين يقول الكتاب لنفحص طرقنا خلينا نفحص ليه كل هذا اللي بصير الله في العهد القديم كان يؤمر بالسيف يعني يستخدم شعب او امة ضد امة احيانا كان يستخدم الاوبئة او الجراض او الجوع وسائل كثيرة اما للتأديب او للقضاء الالهي ولكن كان العلاج هو التواضع والانكسار والرجوع امام الرب وان ارسلت وبئا على شعبي مكتوب اذا فاذا تواضع الشعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي وراجعوا عن طرقهم الردية فاني اسمع من السماء واغفر خطيتهم وابرئ ارضهم حبائي ابقوا معي حتى استكمل الحلقة بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة